بسم الله الرحمن الرحيم هذا نقش متأخر جدا وربما من نقوش العامة وفيه خطأ كبير نسب الحديث النبوي إلى القرآن الكريم وذكره على أنه من القرآن من قول الحق تبارك وتعالى يقول هذا الناقش بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى في الجنة باب فيها باب الريان لا يدخله إلا الصائمون فإذا دخل أغلق صدق الله العظيم طبعا هذا حديث وليس من القرآن ولم يذكر أنه من حتى الأحديث القدسية فهذا مما ينبغي التنبه له عند توثيق مثل هذه النقوش ولا أقول إزالته بل ينبغي معالجته بالطرق المناسبة لأنه قد يأتي زمان فيه قوم يصدقون بمحتوى هذا النقش ترجمة نانسي قنقر